ترجمة نانسي قنقر عندما يبدأ في الغربة الهرمون الوطنية يبدأ بطلع خارج من اللوذان يبدأ شايخ قلت لماذا لا نقوم بإمكانية نحكي بها على تونس تخذ الانترنت كيف يمكن أن تصور الناس على تونس ونحكي معلومات نجم نحكيها مع الناس الذين يأتي ونحب أن نصور تونس كوجهة سياحية وكدولة خضراء ونصور الخضراء وكالجو والكل لا أعلم أن تصور جيدا في الإنترنت ولكن نرى التصور تصور مدينة في اللوذان ونرى صورات صغيرة في اللوذان وهذا المشكلة؟ المشكلة الثانية لا تتجد حكوة تونس ها نتقدم بهم تونس مفتر الوقت حتى نرى وكيبيديا ونرى اللوذان الكبار ونقوم بـ ويقوم بعمل هذا الرئيس الوصول حيث أنني قمت بعملنا حويجيات عندما تصوير قليلاً بعض الوصول وقامت لكي نقوم بإمكاني كأنني سفير تونس قمت بإمكاني تونس وقمت بإمكاني وأنا قمت بإمكاني شايخ وقمت بإمكاني تونس وكل شيء وقلت لكي لديه سؤال لم أفهم حتى المشكلة لأنني سأجاوبيه وقمت بإمكاني الثقة في نفسها وقمت بإمكاني يليتها من عاملة تهاطلت الأسئلة كتاب روري وجاءت أسئلة غريبة من النوع وهذه واحدة بريزيلية تأخذ معي خطيبة تركية قلت لي بلين حم نسألك ما هو تأثير الدولة العثمانية على تونس في المعمار وفي بناء الصوامع والجوامع وفي اللباس والمطبخ في عهد مبين سليمان القانوني وعبد الحميد لول الرجل هذا هو السؤال الذي كانت محرجاً. أخبرني شخصاً يقولون في تونس المدينة في تونس هل لديكم مدينة؟ مدينة عربية؟ قلت له مدينة عربية قلعة جداً أسوار ودينا باب الجبل وصوق الحوت سردينة بالفين ودينا يا مدينة يذهب من غادي ويأتي من غادي ودينا جامعة كبيرة لا، قلت له اسمها اتنسي، لدينا بلاد عربية كبيرة ويسر والتوريس والجونبه قلت له مدينة عمرها؟ قلت له أنا السؤال، كيف عمرها؟ لا نحبه نسمعه عادةً واحدة بشي خطب واحدة ماذا ندخلك في عمرها؟ كيف؟ عندنا قلت ناكله في الهفتر قلت له اسمها ماذا؟ هي معناتها ماهو ماهو خمسمائة وسبعين سنوات على الأقل، جري قلت له اهو مدينة قلت له مدينة نرى وقلعة جداً وكذاً أرجعت للدار قلت له قلت له كنت مدينة لا أحبه على الدولة قلت على الإنترنت وقلت على التاريخ من البلاد العربي وجدها ألف ومائتين سنوات ألف ومائتين سنوات وأنا قلت له خمسمائة سنوات وفرحان تأثرت وقتها قلت كيف نحن نسافر ونرى الدول المتعلى العالم ونرى الناس الأخرين وندخل الليمونيمو ومتلق صف توريس ومتلق ومتلق وتعرف الليمونيمو هذا وأنت بلادك لا تتعرف حتى المكان التي عيشت فيها قبل عمرها في سبا نورما رجعت إلى تونس وبدأت المغامرة في التصوير الفوتوغرافي أخذت مصورة وبدأت صورة أول ما بدأت بدأت في البلاد العربي ما حلها البلاد العربي معنا والله مزيانة مزيانة تجد راجل كبير كبوس أحمر وبلوزة غامقة وبحضاء كنال أصفر وبحضاء راديون القرص من العظم يخدم لديه عشرين سنوات وقاعدة يتوضع وقاعدة يصطل وقال ماذا تفعل؟ قلت لنظر فيك وقاعدة يصطل وقال لي لم يسمى صطل وقاعدة يصطل سمحنا يا حاش سمحنا سمحنا بارك الله فيك سمحنا وبحضاء النجار يشد الممسا ويصطع في القاعدات وبحضاء الكوشة يخرجون في الكعبة اللفيف تبدأ كروسيون في الأكسترير الملوس في العلو سمحنا وبحضاء السيد البلغجي يصنع في البلغة ويستعمل في أدوات عمرنا لا أسمعنا أسميهم كما استكتها والأزازة والسبرديبونت ويصطل 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 وجدت أمي الذي مناضل كيف ويصدر في الرحلة مع التصوير الفوتوغرافي والهواية الفرماسي وقال لي كيف نفعله حل؟ آخر شيء يفعله هو الهواية الفرماسي وقال لي وقال لي كيف نفعله قال لي أن نفعله سيد جديد اسمه نحن في هذه الرحلة ماذا؟ ماذا؟ هي فقط التي تصورها على كل تونس ونحبطها في السيد على الأقل لدينا تصويرها مثلا لا نعرف سيلينا مثلا لذلك نفعلها والشيء الثاني موضوع يجب أن تريد ماذا ماذا؟ ماذا؟ عيد صغير؟ رمضان؟ ماذا؟ ماذا؟ الاركيولوجيك والمقارات الموجودة والتونس ويجب أن تردهم في مقارات واحدة وفي مقارات واحدة لكن المقارات تكلفت برشة نصرف عليها من جيوبنا حتى تتحدث عن الحكاية مشكلة قلنا نقوم بشكل وقال الفكرة لنقوم بشكل مقارات واحدة يسمى باب الجبلة للتوثيق نقوم بشكل التوثيق من صفاقص وموروف تاريخي لم يكن في ساعة واحدة أول ما بدأت نصور قلت هل نبدأ نصوره الناس للبلاد العربية وقلنا قلنا أحسن حسن نبدأ نصوره هنا كل واحد يقل عليها تصويرها نحن نأخذ نحن نأخذ إسمه فرد مرة نحن نأخذ بيوغرافي ومعنا ما أفعله حتى لدينا مجددا يسمى الناس المدينة يحبون هؤلاء يحبون من قصص المنظم الذي يحدث في نيويورك ومن أن أصبح يجب الناس المدينة هو أن يحبون لكي المنظم يدخل في عربية يرى أعرف ما يكون يتعرف هذا هذا لكي يشعر أن يشعر أن يكون غريبا أول مرة نحن نصور هذا في رمضان عام 2015 في 2016 نحن 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 كميلا كاميرا وميكروات وكل شيء ونحن نصوره فيديو ونحن نصوره فيديو بين 10 و 15 دقيقة ونصوره ا��ة كاميرا كانت مجد costs من المدينة ونحن نقوم من المدينة ونحن نقوم بالتجميع ونرى أنه أفضل للتجبس أن ترى ترى تحضل المنظم ونحن نقوم بهذا المناسب لا ترى إلى غذية من خبز ومقل ولكما وإذجاه و الناس بدأت تفاعل مع هذه الحكاية. التصوير مع الناس لم يكن شيئاً سهلاً. لأنك تتحدث معهم و تقنحهم اليوم لتصورهم، لا يتفاعلون معك بسهولة. بعض الناس عادت دحياتهم و عايش في دهليز و لا يتفاعلون و لا يتحدث مع الناس. لأننا نتعبوا لكي نجعلهم يتحدث معنا. لأننا نتحدث مع بعض الناس يقولون لماذا أنتم بدأتوا برجال الكبار هذه المشكلة؟ والرجال الكبار هذه المشكلة، على خطر أن السر الخاص بهم من البلد العربية في الكلمات، في اللهجة، في الإزوتية التي يسمعوها، الكل لديهم هم. يجب أن نبدأ بهم قبل غيرهم. والحقيقة كانوا يتعبون في التصوير. كنا نتعبون من المرة الأولى، ونتعبون من المرة الثانية، ونتعبون من المرة الثافة، ونقنعه، وكل مرة يجعلك مزدوج، لماذا يصورني وكل شيء؟ حتى في الأخرى يركح، ونقول له رأيه وأسمع، المرة الثانية، رأينا لكي نصورك، ونمشي له، ونضع الماترية التي تحتاجه، ونبدأ نتحدث معه. من كثير ما حكيت معهم الجماعة التي في البلد العربية أثروا فيها أكثريتهم من عمرهم بين 80 أو 90 سنوات. حتى في وقت من الأوقات، حسيت أنني عمري 80 سنوات. ونذهب إلى مكانهم، ونذهب إلى مكانهم، لماذا لا تزال لي؟ وإذا كان أنا في هذا العمر، ماذا نتمنى أن نقوم بعمل؟ في السنين التي لم تزالت؟ دعونا هذه الدراما، في حياتي، كيف كنت نتمنى أن نجاوب لو كان أحد يسألني في هذا العمر؟ وفي الخلطة معهم، دعني نقوم بعمله وإذا كان لدينا مجموعة، أريد أن نقوم بعمله، كيف نقوم بعمله؟ إذا كان لدينا مجموعة، كيف نقوم بعمله؟ كيف نقوم بعمله؟ كيف نقوم بعمله؟ وإن أحد أخر يسألك، لا تبدأ أي شيء ندم عليها، والذي تريد أن تقوم بعمله، أقوم بعمله، نتذكر أنني أنا مازلت صغير، الحمد لله يا ربي، مازلت عندي صحة، مازلت في ثلاثينات، وعذب، لذلك، دعني نقوم بعمل دعني نقوم بعمل هذه الحكاية، وعذبه، أنت سأفهم مع السيدة، حلais أن نصوره هل سيقعدون؟ حسناً، بما نبدأ؟ فكم فأ eagle تساعد عنtsåية المownosh CHRIS, مستخدم وأناقص كنت تتست Relax. مستخدم أكرمเวاتي، مستخدم أكرمウ deliberate يا ح 함께 لكじح يا ، إليك اللعاء يا لا يكون لدينا اللهJa hip-k GDP فستش呼ب جداً مثل وكي sometime مستخدم أكرم ك высок vị ым聯 Free أعتقد أنه سيجل بلعب وصولani وعندما هي صفان والابي من أجل الانترنت فتنشاه روحك أعني تبكي أن ترى الناس أعني أعني تبكي أن تترى كيف أمورك أعني تبكي أن تبكي مجرد أنت تكون من أجل المحب وأن تفكرتك أنت تبكي أتبكي أن تقوم بالسجيل هبطتها أو انت تقتني نعم، المشكلة الكبيرة بعد أن تقنع وأنك تصور وتأخذ مع المعلومات الأخرى، فهذا هناك آخر، إذا لم يكن تقنع لكي يسكت، على خطر، إذا كان هو سخن وبدأ في الجو وبدأ يتكلم، خاصة عندما تشبه على تاريخه، وتشبه على أيامات الشباب وكل شيء، سعيد يسر كي يسكت لك، و كنت دائما نحرص بعد أن نصورهم، كنت دائما نحرص لكي نصورهم، ونزم لهم، لذلك، كل شخص نعطيه تصويره، و كانوا يفرحوا بهم كثيرا، كنت نشبه على الخير، أصحابي قلت له أن تصور لكي تأكله، ماذا كان المخ؟ قلت له، أحسن هدية، أحسن مكافأة أخذتها في البلاد العربية، كما مرة أحد قلت لي، والله إذا لم أحب أن تكشكي والدي، والله إذا لم أجعلك تصورني أو تقربني، هذا ليس صحيح لك، هذا هو أحسن مكافأة أخذتنا من البلاد العربية، و نبدأ ندور بل واحد بل واحد، و نعطيه تصويرته، فلان وفلان وفلان وفلان، و يجبني أن نعود إلى الحج، و نعطيه تصويرته، و لا يجب أن يقول لي، لماذا هذه هي هكا، ولماذا هي هكا، ولماذا هي هكا؟ الله هو أكبر، الحج توفى، إن لله وإن الله يراجعون، نمشي له، ننقه توفى، قمت الصباح فرحان، أريد أن أعطيه تصويرته، لكي أعطيه له، كنت أتأكد اليوم بشفرة بها، ولكن الله غالب، هذه هي الدنيا، و لا تعرف ماذا لن تكون الكبير أو الصغير، الناس الذين في البلاد العربية، كلنا نعتبرون مجدودة، أنا الجدي الأول و الثاني ماتوا، و هو وقتنا صغير، ولكن، كلنا نعتبرون مجدودة، نمشي مع أحدهم، نحكي معهم، و نحكي معهم، و نحكي معهم، و نحكي معهم، كل مرة واحد منهم يموت، و لا يمرض، كنت حتى نتقلق بشكل، والذي مرّضني أكثر، كنت ترى العطبة تسكرت، و نحكي معهم، و لا يجب أن نرى هذه المكان، و كيف كان قاعدة كل شيء، كانت شيئاً جداً، ولكن هذه هي الدنيا، و كنا نموت، على الأقل هنا وثقناهم، على الأقل هنا صورناهم، و عدنا التراس عليهم، و كيف يتحدثون، و آخر شيء، نحن جميعاً، و كنا نقررح، أن نقرر في تصميم، و يتم إvariالتها، و كما كانوا قاعدين، و نصور في التطاقل، و نحكي لأسقهم على المكان، لكي لا ننسيهم لن نتحرك، و لن أقومهم كما كانوا. عدد من المنظمة هؤلاء المنظمة 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 ومعنا المنظمة يتركونهم لأخير لأخيرهم شيء كيف ترى أنك ستوفر 75 سنة يقوم بصباح 5 أصباح يشري النعناع ويبدأ يدور بها من قهوة إلى قهوة ويقوم بصباح ويقوم بصباحها في البلاد العربية ويبدأ يبيع مع العلم أن السيد هذية أعمى وليس يرى الناس هذية لا يزال يعمل في الشيء هذية عندما ترى إنسان آخر عندما ترى إنسان آخر عندما ترى إنسان آخر يأخذ الكار ويروح يستنى أن يدخلوا البلاد العربية خطر ركابه في حالة ويقع حنوته ويقع دكاكة ويسمع في راديون حتى يصير وقت الظهر ويقوم بصلي الظهر ويقوموا بشرخه ويقوموا بإخذ الكار ويقوموا برودة Aww! أخذى ما تفعل في ذلك ارتاح هناك تركة كيف تجعل قهوة وكيف تجعل بركة؟ يقول له، لا تنسى الأسئلة هل أنت باعت شيء اليوم؟ قال لي لا، هل أنت هذه الجمعة؟ قال لي لا، قال لي ما هو؟ قال لي أنت الرزاق يا أبي أنت الذي ترزقه قال لي أنا أقوم الصباح نعمل على ربي وإنه أعطينا ربي نفرح به السلام الذي يعيشون به الجماعة هذا شيء غريب ياسر يقول له، ما هو تحب منه؟ يقول لك أحب شيء الحمد لله يا ربي خدمنا بالثيقة سمعتنا بها اسمنا بها فإنه أعطينا صغيراتنا يوجد بركة الحمد لله يا ربي والذي يأتي في بركة أقصى طموحهم يعمل حجة مثلاً كهذا هؤلاء الذين يؤثروا برشة وهم يذهب إلى المدينة البلاد العربي ينهار الثانيين سوف يخوف الحجر لا يوجد حتى معنا قدام البشر هؤلاء الذين يجب أن نستحفظون عليهم هؤلاء الذين يجب أن نضعهم في عيننا تخاف من البلاد العربي أنهار من نهارات وأنها مدينة يخاف من نهارات البلاد العربية يقومونوا جميعاً وأنها مدينة رأيقونوا كل جميعاً يخاف من نهارات البلاد العربية يقومونوا كثيرة يخافوا عليهم لنهارات لم يعاشنا نقاو مدينة بلاد العربي يجب أن نستحفظ عليها يمنحنا عيننا يجب أن نأخذ بها الكثير من المال يجب أن نأخذ بها سياحة يجب أن نأخذ بكل شيء ولكن هناك شيء جيد يجب أن نستحفظ على أن نذهب إلى المدينة شكراً